بسم الله الرحمن الرحيم هنتكلم مع بعض النهار ضعف المحاضرة 5 of the position ودي اللي هنكمل فيها الهند فيوبة كده خلصنا القبر لمد الهند البيزيك فيو عندنا البستيريور انتيريور فيو واللاترال فيو الاسبيشيال فيو البستيريور انتيريور اوبليك الفان لاترال والانتيريور بستيريور فيو البستيريور انتيريور فيو افزا هند البشانت بوزيشن 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 انزا بوستيريور انتيريور بوزيشن هقول العيان حط ايدك بحيث ان ظهر ايدك لفوق والبالم هو اللي ملازق للكاسد وزا فينجر ستريتشد صوابع بتاعتي مفروضة البالم افزا هند از ان كنتكت وزا كاسد زي ما احنا قلنا السنترال ري بتاعتي على طب على السرد الميتا قربل هيد الاكسوبوجر فاكتور الكيلو فولت خمسة وخمسين الميلي امبير ساكند خمسة الفوكة الفيلم دستانس مية ما بنستخدمش الباقي الفيلم بتاعتي صغير او ان انا ممكن اجيب اتنين فيو على نفس الفيلم ده كده البستيريور فيو افزا هند شايف شايف حضرتك الفارنجيس وشايف الميتا قربل بون وانشايفين القربل بون والديستال بارت افزا قلنا اندريدز اللاترال فيو افزا هند في اللاترال فيو بتاع الهند هنحس ان الصوابع والميتا قربل بون فوق بعض it's mainly used for foreign body diagnosis and not used for diagnosis of fracture يبقى انا عندي اللاترال فيو افزا هند ليه علشان احدد لو فيه فورن بادي في قلب الفينجرز طب لو انا عايز اشوف فراكشر لا مش هعمل اللاترال فيو انما هعمل الابليك فيو البيشانت بوزيشان الهند انزا لاترال فيو والزا لاترال صايد افزا هند اللي هي الالنر صايد اور الفيفس ميتا كربل بون ان كنتكتو ازا كاسد يبقى العيان ايدو محتوطة بالجنب على الكاسد الالنر والفيفس ميتا كربل بون ما لهم ملاسقين للكاسد القلبو هيبقى فليكس التسعين درجة علشان اضمن ان الهند الملاسقة للكاسد لازم القلبو هييت تاني انزا بوزيشان زا هند از بير برن ديكولا على الكاسد في الوضع ده الهند هتبقى عمودية على الكاسد السنترال ري بتاعتي هتبقى عند الهيد افزا سكند ميتا كربل بون ده اللاترال فيو بتاعي فلو انا عندي فورن بطي هيبين قلنا الصوابع هنا والميتا كربل بون بيبقى اوفرلابنج على بعض فمعرفش اشوف اي فراكشر موجود في الصوابع البستيرو الانتيريور اوبليك هند الفيو ده از يوزد فين تو اوبن زا ميتا كربا كربو فارينجيال جوينت الفيو ده بيخليني اشوف الميتا كربو فارينجيال جوينت البيشانت بوزيشان من البي اي فيو الهند از روتيتد فورتي فايف دي جري وزا النار صيد انزاف سيفس ميتا كرب البون ان كونتكت وزا كست يبقى من البي اي هخلي العيان يرفع ايدو خمسة واربعين درجة بحيس يكون الفيفس ميتا كرب البون اللي هي بتاع الليتل فينجر والالنل بون مالهم هم الملاصقين للكست السنترال ري بتاعتي انزا سيرد ميتا كربا الهيد ده الابليك فيو بتاعي فلو عندي اي فراكشر هيبان فرت الميتا كربو فارينجيال والانتر فارينجيال جوينت فحقدر اشوف اي باصولوجي موجود فيه الفان لاترال هند البيشنت بوزيشن الهند انزا لاترال بوزيشن وزا فينجر سيبريتد اقوله افرد صوابعك وبعدها عن بعضه السنترال ري بتاعتي بربنديكولر على السكند ميتا كربا الهيد ده الفان بوزيشن بتاعي ادي من اللاترال فيو ان الليتل فينجر ملاصق للكست واقوله افرد صوابعك وخليهم بعيد عن بعض فهيدينا المنزر اللي احنا شايفين الفينجر عندي البيزك فيو بتاع الفينجر البوستيريور انتيريور فيو اللاترال فيو والأبليك فيو وقلنا اللاترال فيو هيكون عشان الفورن بادي والأبليك فيو علشان الفراكشر هو البوستيريور انتيريور البوستيريور انتيريور اوبليك هند الفيو ده is used فين to open the metacarbopharyngeal joint الفيو ده بيخليني اشوف المتacarbopharyngeal joint الpatient position من البي اي فيو الهند is rotated 45 ديجري وزا ألنر صيد انزاف سيفس ميتا كرب البون ان كنتكت وزا كست يبا من البي اي هخلي العيان يرفع ايده 45 درج بحيس يكون الفيفس ميتا كرب البون اللي هي بتاع الليت الفينجر والألنر بون ده الابليك فيو بتاع فلو عندي اي فراكشر هيبان فرت الميتا كربو فرنجيال و اللاترال فيو البيشانت الفينجر اللي احنا عايزين نفحصه هو اللي هنحطه في الترو لاترال بوزيشن السنترال ري بتاعتي هتوبة بربندكرو على العرى البروكسيمال انتر فارينجيال جوينت طب طب الابليك فيو بنقول ان احنا بنحط بود زا فينجر انزا اوبليك فيو اخلي الفينجر اللي انا عايز افحصه في وضع مائل بين البي اي واللاترال فيو السنترال ري بتاعتي هتوبة فين بردك على البروكسيمال انتر فارينجيال اللاترال فيو اف زا فينجر خلينا الفينجر فين في الترو لاترال الابليك فيو افزا فينجر الفينجر مدوي بتوين اللاترال و البي اي فيو الصمب الصمب له اي بي ولو بي اي ولو لاترال فيو الاب فيو افزا صمب بنقول بود زا صمب انزا اي بي فيو وزا دورسا الاسبكت ان كونتاكت وزا كاست تمام يعني انا هقول للعيان حط صبعك الكبير على الكاسد بحيث ان الدورسا مدهر الصابع هما الملاثقين للكاسد السنتر الري بتاعتي هتوب على البروكسما الانترفارنجيال جوينت احنا اساسا الصمب عندنا فيه ايه جوينت واحد بس اللي هو الانترفارنجيال جوينت لانه بيع عبارة عن اتنين فارنجيز طيب الصمب بي ايه فيو وزا هاند انزالاترال فيو وقدينا في وضع اللاترال فيو صبورت الصمب ان اصفت كطن باد او سبونج هعمل صبورت هدعم او هحافظ على وضع الصمب ان انا حط مخده تحتين وزا دورسا الاسبكت فيسنج ال اكس راي تيوب يبقى الدورسا الاسبكت هي اللي فين لفوق عند البالمر اسبكت وورد زا كست في الوضعية دي يبقى انا اخدت كده الصمب فين في البوستيريور انتيريور فيو ده المنظر بتاعي ان انا اخدت الصابع تمام حطيته يكون ملامس البوستيريور بوردر بتاع السيرفز بتاعه ملامس للكست يبقى انا اخدت كده ايه الانتيريور بوستيريور فيو لان انا الانتيريور سيرفز كان مواجه لي التيو السامب لاترال فيو من البوزيشن افزا ايه بي افزا هند ماشي اتجسنت السامب تو بي انزا لاترال فيو هحاول اخلي العيان يخلي اللاترال ازبكت افزا صامب هو اللي على الكست يقول له حط صبعك الكبير على الكست بس بي الجنب بحيث ان هو يكون الصامب بربنديكولر على الكست السنترال ري بتاعتي فين في الانترفارينجيال جوينت ده اللاترال فيو افزا صامب كده المحاضرة دي طبة خلصت يا اقصر محاضرة عندنا يا رب ان شاء الله تكون عجبتكم وبالتوفيق بازن الله ترجمة نانسي قنقر